موسيقى 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 بدنا نرحب بجميع الحضور من وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة والمسموعة ونشكر حضوركم معنا للتدوية على أعمال مؤتمر اللايونز الفرنكوفون يلي عم بتنظمه جمعية أندية اللايونز بالمنطقة 351 بـ 13 و 14 و 15 و 20 الثاني بفندق فينيسيا وهلأ أمنعت الكلام لحضرة الحاكم هلأ رح يعطينا تفاصيل عن المؤتمر والجلسات العمل والمحاضرات صباح الخير أهلا وسهلا فيكم جميعا برحب فيكم بمقر الجمعية جمعية أندية اللايونز منطقة 351 لبنان والأردن والعراق تنظم جمعية أندية اللايونز الدولية في المنطقة 351 لبنان والأردن والعراق مؤتمر اللايونز الفرنكوفون الرابع وذلك في 13 و 14 و 15 و 22 و 2015 في فندق فينيسيا انتر كونتينونتال بيروت يشارك في هذا المؤتمر عدد كبير من أعضاء اللايونز يمثلون أكثر من 12 بلدا بالإضافة لأعضاء المنطقة 351 يتضمن هذا المؤتمر جلسات عمل ومحاضرات حول مواضيع البيئة الأعمال حقوق الإنسان الديمقراطية والإعلام بالإضافة إلى مواضيع لا ينزية يشارك في المحاضرات سيدات ورجال اختصاص هلأ الرئيس اللجنة الدكتور جون كلول سعدي بيعطيكم البرنامج بالتفاصيل ومنوزعه عليكم يشارك لأن حفل الافتتاح سوف يقام يوم الجمعة 13 تشرين تاني في الأصر البلدي جديد تبع سن الفيل الساعة 6 مساء نتمنى من الجميع من الوسائل الأعليم ودعوة مفتوحة لكل إنسان بيحب يشارك معناها أهلا وسهلا فيه ويشارك فيه كضيف شرف فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية الأسبق العماد ميشيل سنيمين ويتخلى له تكريم لمؤسسات وشخصيات رسمية ساهمت في إحياء ودعم الفرانكوفونية في لبنان وهم جامعة القديس يوسف بشخص رئيس الجامعة الأب سليم دكيش الأمانة العامة للمدارس الكاتوليكية في لبنان بشخص الأمين العام الأب بطرس عزار جريدة الأوريون لوجور رئيس التحرير ميشيل تومة والملحن والمؤلف الأستاذة اليسر رحبيني يلي الاحتفال حفل الافتتاح إنارة القصر البلدي باللون الأزرق كونه بمناسبة اليوم العالمي للسكري بنفس النهار بيكون اليوم العالمي للسكري ونحن في اللايونز كجمعية أنديات اللايونز موضوع السكري هو من المواضيع الأساسية التي نهتم فيها سوف يتم إنارة القصر البلدي بالنون الأزرق ومن ثم من قصر البلدي نحن ننتقل على الروم بوان بسن الحديث الحبطور هناك في الشارع باسم الرئيس الجمهورية الأسبق شارحلو سوف يتم إزاحة الستار عن تمثيل له لأن الرئيس شارحلو هو أحد أهم ركائز الفرانكوفون في لبنان وأول رئيس للجنة البرلمانيين الفرانكوفون في العالم وعيد هيك أنا بدي بتمنى عليكم الحضور هيدا عطيتكم مثل ملخص عن النشاط المؤتمر الفرانكوفوني عم النظمه في لبنان هيدا المؤتمر بالنسبة لإلي أنا كحاكم الموقع مسؤوليتي وكلبناني بقلكم أنه موضوع كتير مهم مؤتمر كتير مهم نحن اللايونز منهتم بسلامة الأوطان وكمؤتمر دولي مثل هيدا وجيين ناس يشاركوا منبرات لبنان بهالموضوع عم يعطينا الحافز والقوة لنشتغل لأنه اليوم بالأجواء اللي احنا عايشين فيها كتير مهمي أنه نلاقي أنه العالم بعده عم تتحمس منبرات لبنان ليجوا شاركوا معنا ليجوا على لبنان ليحضروا مؤتمر لايونز الفرانكوفوني ولا يشتركوا بالبرنامج السياحي والتسئيفي اللي عم نقوله وانتو كوسائل أعلام بدنا إياكم تكونوا معنا وتكونوا إلى جاربنا لأن احنا وياكم دورنا واحد لنقدر نعطي الفكرة الحلوة عن لبنان لبنان الحضارة لبنان السقافة لبنان التراث والسياحة أنا برجع تاني مرة بتشكركم وأهلا وسهلا فيكم مثل ما تفضل حضرت الحاكم وقال أعطانا فكرة شاملة عن المؤتمر تسمحوا لي بس أنا أحكي شوي بالتفاصيل وقبل ما نحكي عن جلسات العمل والمحاضرين حابب بس نضوي شوي على النشاطات اللي صارت ما قبل المؤتمر هلما نسميها اكتيفيتة بري كونجري وهلي كان إلا وقع كبير بالمجتمع عنا وبالمدارس وبين الطلاب صراحة نحنا شهر قبل اليوم بلشنا بنشاطات بالمدارس اشترك معنا حوالها 11 مدرسة أكتر من 40 طالب بمبارات بمبارات شمالية طلاب عمارهم تتراوح بين العشرة والأربعة عشر سنة بمجال الرسم بمجال الإملاء بمجال الإلقاء وبمجال الإنشاء هالمبارات صارت على فترة شهر لليوم والنتيج رح يعلن عنا بحفل الختام للمؤتمر نهار السبت 14 شهر بفندق فيليسيا ساعة 7 من عشية وتوزيع الجويز طبعا رح بصير بوقتها اذا شفتوا البروشيرات تبع المؤتمر بتشوف انه نحن اخدين عنوان لفرنكو فوني دو آ آ زد يعني بمعنى تاني حبينا يكون المؤتمر تبعنا شامل قد ما فينا شامل يعني بتلات ايام ما فينا نشمل كل المواضيع ولكن مش انهيك بلشنا بنشاطات مدرسية وبيجلس الافتتاح حفل الافتتاح عنا تكريم لمؤسسات كبيرة في لبنان اشتغلت يعني نبقى منقول جامعة الاديسوسوف يعني جامعة عمرها 140 سنة اشتغلت بهالمجال واحيت وساعمت بانتشار الفرنكو فوني في لبنان وطبعا المدارسة الكاسوليكية اللي بتنعد فوق 350 مدرسة يعني بتشكل 21 بالمية من مدارس لبنان هي باغلبيتها مدارس فرنكو فونية جريدة الأوريان الجور هي الجريدة اليومية الوحيدة او الاولى باللبنان هاللي بتحكي باللغة الفرنسية اما الملحن الاستاذ ليسر رحباني كلنا بنعرف هو اول واهم ملحن فات على مجال الغنى باللغة الفرنسية ونعرف بالشانسون فرانسيز اوريانتال وهاللي وصل فيها على مراكز كتير متأدمة بالعالم لهالسبب شفنا انه مناسبة كتير حلوة هون انه نكرم هالاشخاص هولي او هالمؤسسات الاربع هاي اما بالنسبة لجلسات العمل طبيعي عيومين يعني قد ما بنقدر لدينا جلستين بتشمل مواضيع بتخص جمعيتنا جمعية انديت اللايونز اما الجلسات الاربع التانية مثل ما نكون شايفين بالبرنامج البين ايديكم بتشمل مواضيع عامة ولكن المحاضرين هوني وتبتشوفوا الاسامة والاختصاص طبعهم هن رجال اختصاص بحث بحث يعني من عمدة جمعات من رؤسة مجلس ادارة شركات بالاختصاص هيدا واذا بتحبوا منلقي نظرة على المحاضرات هاي في عنا جلسة العمل هلي بتحكي عن الفرانكوفوني راح بيحاضر فيها باسكال مونان باسكال مونان هو رئيس ومدير مستر اينفورماشن اي كوميوكاشن بالجامعة اليسعية راح بيكون معنا الوزير السابق نازم خوري غني عن التعريف بكون معنا الاستاذ ألم بيفاني مدير عام وزارة المال الاستاذ جوزاف جميه العميد كلية الاكتصاد بالجامعة اليسعية والاستاذ فؤاد زمخل رئيس تجمع رجال الاعمال في عنا جلسة تانية بتحكي عن الكولتوري ايدوكاشن صقافي وتعليم راح بيكون معنا الكاتب أليكساندر نجار والمحامة أليكساندر نجار مدير عام وزارة التربية فادي يراء مدير عام مدرسة الأتنى دوبيروت أنتوان حايق والاستاذ جرار بالجيني هلي هو كاتب واستاذ لتراتور وسينما بجامعة الديس يوسوف كما بيكون معنا الاستاذ جوزاف شريم هلي هو مستشار لرئيس الجامعة اللبنانية الموضوع الثالث راح نحكي فيه هو الديمقراطية وحق الإنسان ديمقراطية إدروة دولوم راح بيحاضر فيه الاستاذ إبراهيم نجار الوزير السابق للعدل الوزيرة السابقة منعفاش والوزير السابق زياد بارود أما الموديراتور راح بيشارك معنا هون الاستاذ أليكساندر نجار كمان الموضوع الرابع اللي هو فرانكوفونية ميدياء نوفيل تكنولوجية بخص الأعلام راح بيكون معنا الاستاذ ناجي بولوس الاستاذ ميشيل تومة رئيس تحرير جريدة الأوريان الصحفية رولا معوض والاستاذ ريتام كارزي رئيسة نقابة الإليستراتور باللبنان حاولنا قد ما فينا نخلق بانوكلي معينة تنوع معين بالمواضيع التي تشملها المحاضرات تبعنا قد ما فينا لنشمل مواضيع كلها ولكن صحيح فيه رجال اختصاص عم يحكوا ولكن المواضيع موجهة لكل العالم من كل الاختصاصات يعني ما ضروري نكون أخصائيين بهالموضوع لنفهم عليه ونفهم علينا نتمنى حضور الكل نتمنى حضور وسائل الأعلام كما تفضل الحاكم وقال بس نضوي على أهمية هالموضوع ولنقول أنه بالرغم من كل شيء لبنان بعده بألف خير وبعد نقدرين نحن نقوم بنشاطات ثقافية ونشاطات تربوية ونشاطات اجتماعية بالرغم من كل الظروف العمر فيها شكرا لكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر